اشتركوا في القناة وانت مش كتير قوي اللغة الانجليزية حتى لو انك صفر باللغة الانجليزية بتقدر تبلش تتعلم البرمجة وكل يوم احفظ لك عشرين كلمة تمام البرمجة برحلتها طويلة في التعلم زي ما حكينا ما هي مهنة زيها زي اي مهنة بدها سنتين لتتعلمها وتكون جيد فيها تمام هي مش مهنة بتتعلمها باربع شغور اصلا هي البرمجة تمام فانت خلال السنتين هذول بتبلش تتعلم برمجة اذا حفظت لك كل يوم عشرين كلمة انا حاطل حكي عن تجربة بحكي اذا حفظت لك كل يوم عشرين كلمة هي بسنة سبعة تلاف ومائتين كلمة ارمين وصهم في البحر مسامحك فيهم هاي تلاف تلاف وستمائة كلمة تقريبا هذول بمشوك انك تكون مستباك مقبول بالانجليزي وتدريجيا مع السنوات انت بتتعلم الانجليزي مع البرمجة بدك تكون ذكي في تعلمك للغة الانجليزية مش تروح تتسجلي في مركز ساعة رايح وساعة جاي وساعة في المركز هاي ثلاث ساعات لا نص ساعة احفظت لهم كلمات خلي يكون في عندك مخزون من الكلمات باللغة الانجليزية خلال فترة بتشوف حالك انت عم تسلك امورك فيها وعم تتقوى فيها وزي ما حكينا بدك تتعلم الانجليزي ما في اش اسمه اتعلم الانجليزية في خمسة ايام فكوني من الاستعجال يا جماعة سبب فشل الناس دائما الاستعجال واحد بتلاقي حتى بدو يتعلم الانجليزي بروح ببلش شهر شهرين انت بشهر شهرين انت لسه ما بتكون جمعت مخزون من الكلمات اللي تقدر انت تمشي حالك فيه اي شي في الحياة بدو صبروا عشان تتعلموا وتتقنوا فانت تخيل معي سنتين رحلتك لتعلم البرمجة عشان تكون جيد فيها 7200 كلمة في السنة كمان سنة اللي بعدها هاي 14000 كلمة كل اللي بدك اياهم في اللغة الانجليزية عشان تمشي حالك اصلا فسنتين كافين انك تكون مستواك جيد جدا باللغة الانجليزية وبالتالي اللغة الانجليزية هل بتأثرها تعلمك في البرمجة في البداية لا كل ما كنت اقوى باللغة الانجليزية كل ما كانت المصادر عندك اكثر وتقدر تعمل وتحضر فيديوهات على اليوتيوب من قلوات اجنبية وهذه الأمور كلياتها لكنها هي ليست عائق يا جماعة انك تبدأ يعني اذا انا مستوى ايش سفر بالانجليزية بقدر ابلش اتعلم برمجة مش هتكون عائق لالي تعلموا البرمجة مع اللغة الانجليزية معا وكل التوفيق للجميع اشتركوا في القناة